موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري لبس عليكم انتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة اغبرت عليكم واحد شي شوية ومجيش بدي يا خوين جبت لكم على بركتي الله واحد كوكيز اللي كيجي اراقي وزوين بالشوكولات وسكر غلاسي كنتمنى هاد كوكيز ويروق الاعجاب ونخلكو مع مقادير وطريقة التحضير وعلى بركتي الله المقادير على الشكل التالي تحتاجو 400 جرام ديال الدقيق الفرس اللي هو مغربل كنحتاجو ساشي ديال كاكاو 7 جرام كذلك ساشي ديال خاميرات الحلوية 8 جرام وصاشي ديال نكهة ديال فانيلا كأس ديال الشوكولة ديال مقطع وتقريبا واحد الكأس غير من زيت نباتية بيضتان كأس سكر حبيبات كذلك ملعقة كبيرة ديال النشا وهنايا كذلك وحد مئة جرام ديال زبدة حرارة المطبخ ونخلكو مع طريقة تحضير ديال هاد كوكيز ودبع على بركته الله سنأخذ واحد الإناء سنوضح في هاد مئة جرام اديال زبدة حرارة المطبخ باش سهل اني لاني باش نحن هاد كوكيز هاد كوكيز هاد كوكيز هاد كوكيز هاد كوكيز هاد كوكيز هاد ضعف المقادير باش خرزكم واحد الكمية هاد كمس سنختم هاد زبدة مع هاد سندة جيدا هاد كوكيز هاد كوكيز هاد كوكيز هاد كوكيز كي يجبون الكبار كذلك الصغار سنخلط هذه الزبدة كنت تشوفوا معايا ونضيف هذه الفانيلا بس أشي واحد كما يمكن لكم تعود هذه الأشياء بقليل من قشور البرتقال سوف نضيف الكأس الزيت غير مملو لدي هنا كأس متوسط الحجم إذا كان لديكم كأس عنبا سوف نضيف تقريبا كأس إلى ربع ديال الزيت سوف نضيف جيدا سوف نضيف الكأس الزيت سوف نضيف الكأس الزيت إلى درجة حرارة المطبخ سوف نضيف الكأس الزيت مع الخالط سوف نضيف الكأس الزيت سوف نضيف الكأس الزيت طبيعين سوف نضيف الكأس الزيت يمكن أن يدخل لكم 400 جرام يمكن أن يدخلها كاملة يبقى العجين على حسب اليد نرى الكوكيز يجمعون لنا سنضيف الدقيقة بالتدريج ثلاثة يجمع العجين الآن العجينة لا تكون قصحة كثيرا كيف نقول لكم دائما سنضيف لها قطع الشوكولة سنضيف لها قطع الشوكولة كيف ستشوفوا في الصورة سنضيف مرة أخرى سنضيف الخميرة كيف قلت لكم في البداية المقادر كذلك سنضيف مرة أخرى سنضيف مرة أخرى سنضيف جيدا هذا العجين سنضيف مرة أخرى في وسط العجين كيف تتشوفوا سنضيف مرة أخرى بعد أنجمع العجين جيدا أتجمع الملح أضفت القليل من الملح سنضيف مرة أخرى إلى كمية الدقيقة سنضيف الشوكولة قطعة صغيرة يمكن لكم تضيف في الأول كما يمكن لكم تضيف في الآخر كيف قلت لكم كأس هنا سوف نضيف كأس الشوكولات و سوف نضيف في هذا العجين كيف تشاهده جيد سهل و لا يأخذ نواقس كثيرا عندما نضيف الشوكولات في وسط العجين سوف نبدأ كل ساعة في الزين سوف نضيف الشوكولات سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف الشوكولات سوف نضيف الشوكولات سوف نضيف الشوكولات هذا سوف نضيف سوف نضيف الشوكولات اضغط و نضع في اللاتا نأخذ قطعة اخرى نعم ما عليش ندير الشوكولات في الاول كما يمكن لكم تدير السكين اضغط الفرشت اضغط و نضع الشوكولات و نضع الشوكولات كما يمكن لكم استغناء نهائيا على الشوكولات نضع كوكيز و نضعه في اللاتا كيف ترى الشكل و نضع كورة اخرى كما يمكن لكم استغناء طابع الشهدة و نضعه على هذا الشكل و نضغط به و نضعه و نضعه و نضع التزيين و نضعه و نضعه بالنسبة الفرن يكون متوسط auxحرارة و نضعه كما يوجد الكوكيز و نضعه بالنسبة للوقت و نضعته ليس جدًا و نضعه كيف قلت لكم الفرن خاصه يكون متوسط الحرارة ونرد البال ان هذه الكوكي زادة ضغياتي طيب لا تأخذ معنا وقت بزاف حاول ان نرد البال باش ما يتحرق هذه الكوكي زادة سوف ننسي لهم كاملين ونخلقكم على الشكل النهائي وهذا هو الشكل النهائي للكوكيز يأتي في هذا الشكل نتمنى انكم تجربوه الى اجبكم الفيديو وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد دمتم في رعاية الله وحفظه ما سلاما